استاذ اشرف من اسماعيلية فضل. سلام عليكم. عليكم سلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضلت الشيف? نعم وفضل الحمد لله. والله سؤالين عشان ما اطلش على حضرتك عشان ادي فرصة لبقى الناس انهم ما يتسلوا يعني. حضرتك ايه 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 زم او ايه 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 جهزة المدير اللي بيسمع لجماعة النمامين الزمال في الشغل وبيبني قراراته بناء على اللي بيسمعه ولاسة اللي بيشوفه. انا بيقع بور على اللي بتكلمه بحقه ده. ممكن تعيد تاني استاذ استاذ عشان فانا مسامع. عدي السؤال تاني بعد اذنك. حضرتك لما يكون انا شغل في شركة. كويس. وحضرتك المدير بيسمع للجماعة النمامين ما بيشوفش بس بيسمع وبيني قراراته على اللي بيسمعه. ايه. وبيقع وبيقع ظلم على اللي هو بيسمع اللي بيسمع عليه ده. صح. وقع عليه جهزة. الشخص بقى اللي بتظلم ده يعمل ايه? اه. هقول لك الشخص اللي بتظلم ده يعمل ايه? فضل. الشخص اللي بتظلم ده يعمل تلات يعمل تلات حاجات. اول حاجات. فضل. يعني في سؤال تاني اتفضل. اسمع السؤال التاني وبعدين اجاوبك في السلساشة. السؤال التاني بمكن يكون مهم برضو عنه شوية. عندي عمي وبنت عمتي. في خلاف على مراس في الارض. وعمتي دي توفاها الله وبناتها هما دلوقتي اللي رفعوا قضية عشان خلهم مش عايز يدلهم المراس بتاعهم. اه. فعشان يحلوا الاشكالية جي عمي ده راح ايسلهم حتة في الارض كده. حتة بعيدة في اخر الارض الزراعية بحيث ان هي صعبة المناء اللي عم ما نجيب حد يشتري مش موافق عليها. والبنات دول محتاجين فلوس. القضية اشتغلت ووقعت حكم على عمي اللي هو خال البنات دول. طيب. في الوقت هو بقول لازم يتنزلوا عن القضية دول. طب هم مش طيلين الارض. مش عارفين يتصرفوا فيها. ومش عايزين هم يشتروا ويدلوا الفلوس بتاعة الارض اللي بنات اخته. ايه الحل في الموضوع ده? اجابة على حضرتك. اجابة على حضرتك. اول سؤال السؤال الاولاني. الشخص اللي هو بيتظلم ده يعمل تلات حاجات. اول حاجة يستمر في عمله. وما يخليش اللي بيحصله ده وقت يمنعه عن العمل ده. لان لازم يفصل ما بين حاجتين. ما بين الادارة والعمل. العمل ده احنا بنعمله عشان العمل حياة. العمل رجولة. العمل عبادة. فالعمل ده انا بعمله لان انا بتقاض عليه اجر. ملوش دعوة بالادارة. فانا لازم استمر في العمل واشتغل بالعمل كما يجب. ان الله يحبه. اذا عمل احدكم عملا ان يتقنوا. فانت تستمر في العمل. حاجة تانية ان انت الشخص اللي بيسمع ده اجلس معاه جلسة جلسة واضحة. قل له حضرتك انا باعاني من ان في بعض الناس بيعملوا كيت وكيت 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 وانا في الحقيقة انا مش كده. طيب اذا كان هو شخص لا يسمع الى هذا. استمر. استمر في عملك. ولو تستطيع ان انت ترفع الظلم عنك باي طريقة اخرى. فارفع الظلم عنك باي طريقة اخرى. حتى لو تقدم شاكوة. بس انا رأيي ان انت محتاجة تعمل حاجة اسمها في العلم الادارة ادارة المدير. انت محتاجة تدير مديرك. بحيث ان هو لما يسمع الكلام عنك ما يصدقوش. احنا ببعض الاحيين بنخلي الشخص اللي هو بيدرني اذا هو تعامل مع الناس اللي انا ما بحبهمش بقا هو راح في صف الاعداء. وبقى زيهم عدو ولي. الكلام ده مش صح. دي مش طريقة صحيحة. انا محتاجي ان انا ادير علاقتي بمديري. يبقى انا النصحتك بتالت حاجات. حاجة لولنية ان انت تستمر في العمل. الحاجة التانية ان انت تروح تكلم مديرك. الحاجة التالتة ان انت تدير مديرك. تديره يعني ايه? تشوف. هل انت فعلا بتتعامل معه ند بالند. عن انت بتعامله بشيء. بيحس ان انت بتنتقده. بيحس ان انت مش عاجبك العمل. وبيحس ان انت مش راجل بتستمع ليه الرأي الجماعي. او ان انت مش عايز تندمج في الفريق. اذا كان هو ده انطباعه. انت محتاج ان انت تغير ده. محتاج تغيره ازاي? بان انت تديره. تبيله بشكل واضح ان ده ما بيحصل سوى منه. حتى لو حد تاني بيتكلم. طول ما انت عتكون ان شاء الله في مدد ربنا وفي حفظ ربنا. اما مسألة ان فيه حد رفع قضية. وحصل على حقه من المراس. فهو مش واجب عليه انه متنازل. عن القضية. بالعكس ازا كان القضية دي جابت له حقه. فلاه ان يتمسك بذلك. واذا تمسك بحكم القاضي. فهو ليس عليه اسم ولا يجب عليه. ولازم نتعلم ان حكم المحكمة في الاشياء المتنازعة فيها. الاصل انهم ما يخليش العلاقات تفسد. ميحدش يجي يقول له. بدل انا عمك وانت ما ترفعش قضية. طب وهو اذا كنت عمي وانت منعتني مراسي. او انت خالي ومنعتني مراسي. اعمل ايه. فالعمل اللي هم عملوه صحيح. والاموال اللي هتجيلهم هتكون حلال. وان ده واتحقهم. ومش واجب عليهم ان هم يتنازلوا عن القضية. لان دي مفهاش قطع للرحل. يعني هذا الامر مطالبة بالحق. عند منع الشخص حق شخص وظلمه. فوصول لحقه بالتقاضي وبسيادة القانون دوت ليس فيه اي نوع من انواع قطع الرحل. بالعكس لوحد بياخد حقه. اذا كنت انت شايف ان انا مش من حقي ده. فالقاضي اللي يفصل بيننا. والاساس ان القاضي اللي يفصل بيننا لان انت شايف وجهة نظر وانا شايف وجهة نظر. مين اللي هيفصل في ده. قاضي المسلمين. فاذا قضى قاضي المسلمين بده. يبقى خلاص. وازاك يقولوا كده. في قاعدة عندنا في الفقه تقول ايه. ان حكم الحاكم يرفع يرفع النزاع. ظاهرا وباطنا. فهو لما يحكم خلاص. الحكم دوت بقى هو دوت عنوان مراد الله سبحانه وتعالى. وعنوان حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة. حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة. عليا ، موسيقى